السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مصطفى من دروس فوتوشوب او PSD Freak Tutorials برحب بكم تاني في حلقة جديدة من سلسلة تعليم المفتدئين للفوتوشوب قبل ما ابدأ ياريت لو انت مش عامل سبسكرايب ياريت نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس اللي جانب السبسكرايب عشان نجيلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بننزلها النهاردة هنتكلم على اول طول في الهيلنج اللي هي ال Spot Healing Brush Tool عندنا ال Healing Brush وال Patch Tool وال Content Aware دول هنتكلم عليهم هنشوف النهاردة هنتكلم على ال Spot Healing وال Healing Brush وممكن نتكلم على Patch Tool لو في وقت تعالوا نبدأ اول حاجة ال Spot Healing دي بنلاقيها في الجزء ده من Toolbar اول ما بنفتحها بنلاقي عندنا ال Brush وبنلاقي عندنا المود وال Type بتاعنا اول حاجة احنا ال Brush زيها زي ال Brush العادية اللي بنستخدمها بنختار Size بتاعها وال Hardness لو عايزينها Very Sharp أو Edge بتاعها Soft وال Spacing مش محتاجين نحن نغيره اول Default بتاعه 25% في الغالب ما بنحتاجش نغيره المود المود دايما هنشتغل على Normal لو احنا بنشيل حاجة معينة من الصورة إنما لو احنا شغلين في ال Retouch أو حاجة بنشيل شعر أو حاجة معينة من من ال Object اللي عندنا ساعات بنستخدم وده مش هنتكلم عليه قوي دلوقتي ده ممكن تلاقوه في الفيديوهات اللي انا كنت تكلمت عليها قبل كده ممكن تخشوا على الفيديوهات وانا هتلع لكم كارد كده يقول لكم ممكن تفرجوا عليها في اني فيديو تعالوا الاول نشوف التول دي بتعمل ايه هنعمل Full Screen بدوس على F عشان اعمل Full Screen اول حاجة عندنا انا لو مثلا عايز اشيل جزء من الصورة بشيله ازاي هاجي عند Spot Healing وبقف عليها وبختار Content Aware وهقول لكم ايه الفرق بين وبين Create Texture و Proximity Match بس خلينا نتكلم الاول عن Content Aware لان ده احسن Option فيهم وهو ده في الغالب هنشتغل عليه لو انا مثلا عايز اشيل الخطوط دي يا ترى هشيلها ازاي بكل سهولة التول دي احنا بنحتاجش نعمل اي حاجة غير ان احنا بنمشي على الخط وهو بيختار من حواليه بيعمل ما بين الارضية او الاتموسفير اللي حوالين الجزء اللي انا بعمله اللي انا بعمله healing وهو بيختار الالوان وبيختار ان هو يعملهم blend مع بعض فانا كل اللي انا بعمله ان انا بامشي بالبراش عليها وهو بيشيلها لوحده طبعا هي مش مش شرط من اول ضغطة الجزء دي يتشال انا ممكن اعمل مرة او اتنين او تلاتة لحد ما الجزء اللي عندي دي يتشال خالص و لو بصينا قابل وبعد هنلاقي ان هي تشالت وكأنها ما كانتش موجودة طبعا يبقى فيه اجزاء صغيرة بنحاول نعيد عليها وهنتكلم بقى ان احنا ازاي ممكن نزبط الجزء اللي هو مش مزبوط اوي هنا لابن طيب دي اول حاجة تعالوا نشوف بيعمل ايه وانا ما بفضلهوش بس هقولك هو بيعمل ايه بالزبط طيب احنا ممكن نزود الهاردنس شوية ونصغر البراش هنيجي هنا وهنعمل نفس اللي احنا عملناه هنبص نلاقي هو عمل تيكتر بيجيبها من الصورة بس طبعا بيبقى الشكل في الاخر مش حلو عشان كده انا بقول انا ما بحبهاش البروكسيمتي ماتش قريبة من الكونتنت او وير لو عملنا كده هو برضو بيجيب تكسل من الصورة بس انا بفضل دايما الكونتنت او وير تعالوا نشوف الفرق بينها انا حاس ان الكونتنت او وير بتاخد سامبل مضبوط وهي بتعمل بلند بالجزء اللي انا عايز عامله هيل والجزء اللي جنبه فده ميزة لي سامبل عندنا ده لو انا شغال على نفس الصورة فمش هيفرق معي على نفس اللاير مش هيفرق معي السامبل او اعملها تشك او مش تشك كده كده هتشتغل هي بتفرق معي في ايه لو انا عملت جديد لو انا جيت اعمل مش هيعمل حاجة ليه لان اللاير فادي فانا باضطر ان انا اشغل السامبل وببدأ اعمل كده بيبدأ بيعمل اللاير ده على انه هو هو نفس اللير اللي تحتى او لو تحتى لاير كتير لو انا عامل مثلا كومبوزيت وعندي صور كتير و لاير كتير فهو بياخد كل اللي تحتى بيعملهم ميرج مع بعض وبيتعامل معهم على انه هم صورة واحدة فانا لو قفلت اللاير ده ورجعته هلاقي الفرق بين قبل وبعد طيب نده بكل بساطة الهيلين براش قريبة جدا منها بس هي فيها اختلاف في حاجة ان انا اللي باختار الجزء اللي انا عايز اخد منه السامبل بمعنى ان انا لو جيت هنا نفس الجزء كبرت السامبل من هنا من الارض وعملت كده هو بيبدأ اوتوماتيك برضو يعمل هيلينج على اساس الجزء اللي انا اخدت منه السامبل بس هنا لازم اخد السامبل من اقرب جزء للحتة اللي انا عايز امسحها لان انا لو اخدت من حتة بعيدة زي مثلا هنا وجيت اعمل كده هيبدأ يرسم لي من الجزء ده هيبدأ يحطوه لي هنا ويحاول يعمل له بدا طيب ده معنى ايه؟ معنى ان انا لو جيت عملك سامبل على الجزء ده وجيت ترسم هنا هيبدأ ياخد لي سامبل من لو خدنا بدنا الكرسر فوق بيشتغل هو بيبدأ يعمل دوبليكيت الجزء اللي انا بعمله سامبل طبعا ده هيفدنا في ايه؟ ده هيفدنا لو انا عندي حاجة عايزة اكررها في الصورة فباخد السامبل منها وببدأ بس هو في الغالب مش هنستخدمها بالطريقة دي هنستخدمها ان احنا بناخد سامبل من جزء قريب من الصورة من الجزء القريب من الحتة اللي احنا هزين نعملها سامبل زي مثلا هنا هنجي نعمل كده هو اوتوماتيك لي بياخد كل حاجة حتى هناخد بالان هو قرر الجزء ده هنلاقي جهرره هنا احنا ممكن نجي نمسعه ناخد سامبل من حتة اقرب ونبدأ نشتغل عليه يعني انا لو عايزة اشيل الجزء اللي سود ده ااخد سامبل من اقرب من منطقة نضيفة وهعمل كده هو خلاص نشاء الله نفس فكرة نفس فكرة في ال spot healing ال layers هياخد كل layers اللي تحتيه ويعملهم على انهم layer واحد والcurrent and below بيختار ال layer اللي انا اشغال عليه وال layer اللي تحتيه بس هو ده اللي بياخد منه والcurrent layer على نفس layer بس اللي انا اشغال عليه والبلان مود نفس الكلام مش هنحتاجه غير برضو لو هنعمل حاجة صعبة او محتاجة دقة اكتر فتعالوا نجرب التول دي في صورة تانية انا مجاهز هنه برضو وليكن هذه الصورة انا لو عايز اشيل التوربيد ده هشيله ازاي هعمل sample وابدأ ارسم بالراحة من اقرب نقطة نضيفة دي على فكرة التول سهلة جدا وهي ما بتحتاجش مجهود قوي هنا هنيجي نعمل ايه؟ هنعمل sample من صورة نعمل sample من السماء شين لو عملنا من هنا هنبص نلاقي بدأ يدخل السماء وبعضها وهكذا كده احنا شلناها هنبص قبل وبعد هنلاقي احنا شلناها ومش باين ان هي كانت موجودة طبعا في الاجزاء الصغيرة هنصغر البروش هنعمل sample من اقرب حتة برضو طيب نجرب spot healing هتعمل ايه؟ هتعمل نفس الموضوع بالضبط هناخد جزء جزء وهو بيبدأ يعالجها لوحده انا نسيت اقول لكم احنا بنعمل sample من ايه؟ احنا بنعمل sample بندوس بنيجي عند المكان وبندوس ALT اول ما بدوس ALT الكرسر ده بيطلع انا بعمل sample منه هنرجع لل spot healing العادية ده من غير sample هعمل كده وهي هتشتغل نفس الفكرة بالضبط ودي ببساطة tools اللي عندنا spot healing والhealing brush تعالوا نتكلم على patch tool بسرعة ودي اسهلهم على الاطلاق انا كل اللي انا هعمله انا هرسم حوالين الجزء اللي انا عايز اشيله وليكن هزا الجزء كله وليكن هزا الجزء كله هو عمل selection يدوب اسحابها واجبها في حتة فاضية اعمل select انا شال معظمها لو في حتة من بقية هعمل نفس الكلام واسحابها هنا هنبص نلاقي ان هو شالها وكأنها ما كانتش موجودة الجزء الصغير ده ممكن نعالجه بالhealing brush ودي ببساطة ال patch tool content aware move دي موجودة من date cc غالبا 2014 هي نفس الفكرة برضو هنعمل selection على الجزء اللي احنا عايزينه طبعا selection يبقى اقرب عشان النتيجة تبقى افضل وهحركه كده هو نقله من هنا جابه هنا بس النتيجة ما بتبقاش مظبوطة قوي طبعا انا ممكن اعمله بايه؟ ممكن اعمله بالhealing brush بالhealing brush هاخد sample من هنا مثلا وهنزل كده كاني قررته بالظبط وهو عمل blend لل edges بتاعته والدنيا بقت مظبوطة كده بقى عندنا اثنين وهكذا لو عايز اكرر حاجه او اشيل حاجه هم كلهم نفس الفكرة بالظبط اخر حاجه ال red eye tool انا مش هشرحها انها ملهاش لازمة هي بتشيل ال red eye من اي صورة من اي عين فيها اللون محمر شوية بتشيلها وانا مش شايف انها لها لازمة اصلا فمش هنتكلم عليها طيب احنا كده النهارده يبقى شرحنا 4 tools اهم حاجه اهم اثنين فيهم spot healing الاثنين انا شايف ان هم ما يقلوش اهمية عن بعض اقعدوا جربوا فيهم وحاولوا فيهم لو حد وقف قداموا حاجه ياريت تكتبلي في الكومنتات وياريت برضو اسمع اقتراحاتكم في الكومنتات تحت ايه رأيكم في الشرح وايه رأيكم محتاجين تعرفوا ايه في حاجه فاتتكو لسه مفهمتهاش ممكن اعدهالكو تاني واللي ما تفرجش على السلسلة من الاول دي الحلقة السابسة ايه خمس حلقات فاتوا اللي ما تفرجش عليهم ياريت يرجع يتفرج عليهم حاطلكو لنك البلايليست بتاعة السلسلة كلها وياريت تفرجوا عليها واذا اعجبكم الفيديو ياريت تعملوا like وان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة